نبقى في نفس الموضوع كسر الوزير الأول عبد المالك سلال حاجز الصمت حول احتجاجات المواطنين المناهضة لاستغلال الغاز الصخري وأكد الوزير الجمعة أن الحكومة لم تعطي أي ترخيص لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر مشيرا على صفحته الرسمية في الفيسبوك إلى أن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن في برنامج الحكومة وذكر الوزير الأول أن برنامج البحث عن الموارد الغازية غير التقليدية يتلخص أولا ببرنامج تجريبي للاستكشاف في أهنات ثم حفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز غير التقليدي في هذه المنطقة على أن تكون نهاية التجارب أواخر سنة 2015